نعود مرة أخرى إلى غزة عبدالله مقدد موجود معا للأنواع أعتقد أنه يسمعنا مرحبا بك عبدالله كنت سألتك عن قصف مختلف المناطق في غزة بما فيها تلك المناطق التي طالب الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان القطاع الذهب إليها في الجنوب وبعدما ذهبوا إلى هناك قام بقصفهم يعني لم يعد هناك مكان لا تقصفه قوات الاحتلال الإسرائيلية في القطاع هذا صحيح بدروا هذا ما لاحظنا من خلال عمليات القصف المركزة على القطاع في هذه الأثناء تقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مأهولة بالسكان آخرها كان في مدينة رفح والتي تقع إلى أقصى جنوب قطاع غزة يوجد في رفح عدد كبير من النازحين وفي مدينة خانيونس وفي دير البلح ومخيم النصيرات وهي الأماكن التي تقع جنوب ما يسمى بالوادي وهو الخط الفاصل الذي حدده جيش الاحتلال وقال بأن على السكان يذهب خلف هذه المناطق لكن الجيش الإسرائيلي تعمد وكثف من عمليات القصف الأكثر من ذلك هو أن جزء كبير من عمليات الاستهداف تمت بالقرب إما من المساجد أو في داخل منازل مأهولة للسكان أو حتى بالقرب من مرافق صحية وطبية وفي كثير من الأحيان استهدفت أراضي ومناطق مأهولة بالسكان وأيضا بالقرب من مرافق تتبع للأنور والتي يفترض أنها نحمية بموجب القوانين الدولية والتي يفترض أن لديها حصانة من أي سهداف لكن للأسف الشديد الجيش الإسرائيلي لا يعترف بأي حصانة على الأقل في عملياته العسكرية على قطاع غزة كل شيء مستباح وكل شيء مستهدف أمام الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا ما لاحظنا من خلال عملية الاستهداف وعلى مدار الساعة تسجل الغارة للغارة والمنطقة الأخرى وكما ذكرت لا يكترث بوجود كثافة سكانية في مكان ما أو وجود عدد كبير من المواطنين في منزل ما أو عدد كبير من النازحين في منطقة ما يسهدف كل شيء وبالتالي هذا تنافى تماما مع القرارات والتعليمات التي أصدرها للسكان القطاع ودعاهم إلى الخروج إلى مناطق قال إنها أمنة وأن عملياته العسكرية ستتركز فقط في المناطق الشمالية بمعنى منطقة مدينة غزة والشمال حتى هذه المناطق لم تتوقف فيها العمليات العسكرية مستشفى تل الهواء أو مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وكما استمعتم تعرض لعدة مرات للتهديد بالقصف ومطالبة الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء هذا المشفى على الرغم من وجود عدد كبير من النازحين ووجود أيضا عدد كبير من المصابين والمرضى الذين هم في غرف العناية المكثفة والذين يصعب نقلهم في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء وبالتالي الجيش الإسرائيلي يمعن في عمليات الحاق الخسائر المادية الكبيرة والحاق أيضا أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المواطنين داخل قطاع غزة دونما أي اعتبار لأي معيير أو مواثيق دولية تحمل مدنيين في أوقات النزاع شكرا جزيلا لك عبدالله مقداد من غزة